اشهد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بزيارة جلالة الملك المعظم إلى المملكة المتحدة باعتبارها محطة بالغة الأهمية والأثر في العلاقات البحرينية البريطانية التاريخية الوثيقة مؤكدا معالي أن نتائج زيارة جلالة الملك المعظم إلى بريطانيا ستكون ضمن أولويات الدبلوماسية البرلمانية البحرينية ودعم الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة وفتح أفاق أرحب من التعاون والتنسيق في العمل البرلماني وشرى معالي رئيس مجلس النواب لأن تقدير جلالة الملك شارلز الثالث للإنجازات الديمقراطية والتنموية المتواصلة في البحرين وتتويجها بمنح جلالة الملك المعظم وسامة فارس الصليب الأعظم الملكي الفكتوري الذي يعد من أعلى الأوسمة التي يمنحها ملك المملكة المتحدة يمثل تجسيدا لنهج جلالته في القيادة الحكيمة ودعم تطوير العلاقات البحرينية البريطانية وبعدة إعدادت كنت تريدًا خصوصات مية دليل حيوز وجمز لديك القيامة شكرا 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 اشتركوا في القناة